أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستطلق خلال الفترة القادمة مشروعات كبيرة في مجالات مراكز البيانات العملاقة وشبكات نقل البترول والغاز ومحطات إسالة الغاز وكذلك أبراج الاتصالات وإعادة تأهيل محطات الرياح مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس بمشاركة ممثل نحو 40 شركة أمريكية واستهل رئيس الوزراء كلمته بتقديم العزاء في مقتل عدد من أطفال مدرسة ابتدائية بجنوب ولاية تيكساس في الولايات المتحدة في حدث إطلاق نار معربا عن مواساته لأسر الضحايا الأبرياء وأكد مدبولي أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر تعتزم استثمار رئاستها القادمة لقمة المناخ كوب 27 العالمية لتعزيز الشراكة بين قطعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخطر وهي المجالات التي تتمتع فيها مصر بإمكانات هائلة تشكل نقطة انطلاق للتعاون بين مصر والولايات المتحدة وبناء شراكة مستمرة خلال الفترة القادمة